اسألك اسئلة عن قربك من فتوح مش الملف نفسه عشان محطكش فيه في حركة واحد ويقولي او لا فتوح مضر النادي الاهلي لا اكيدة لا مية في المية لا اه تاني واحد فتوح طلب خمسين مليون جنيه ما حصدش ما حصدش لاي منح التعاقد دي؟ ده من فترة بعيدة وبعد كده الرقم ده نزل خالص نزل قوي ولا نزل حين بسيطة؟ نزل جامل طيب الرقم اللي طلبه فتوح كمير حتى عاقد ده لقى ترحاب من المفاوض في نادي الزمالك؟ بقى ما لقاش ترحاب هو ده نقطة الخلافة وهي ده نقطة الخلافة خد بالك خد بالك مش عشان هما مش عايزين ندوله اه وهو برضو طلب المبلغ ده مش عشان هو ميت عليه عشان من غيره مش عايش الله فتوح ما ديون من الآخر عنده ديون كتير قوي 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 وهو اللي حط نفسه فيه والمفروض والطبيعي ان انا ابن من ابنها نادي الزمالك هم بتكلم مع نادي الزمالك بعشان ان انا جماعة مزنوف 1-2-3-4 هم وطلباتي 1-2-3-4 هم تنزل شوية تطلع شوية تزيد شوية تقل شوية ده عادي جدا في التفاول هم انما لما تيجي تتكلم في ارقام انا انا سمعت مثلا ان فتوح طلب 35 مليون جنيه في السنة 40 مليون جنيه في السنة انت بتقول لي 15 روال يا ده ما عنده احنا بنهزر مفيش الكلام ده بنهزر هم بجد هزار هم ده مش موجود في اي حتة هم انا ما سمعتوش هم طب ليه مثلا بما ان السلاح برضو سمعتوش انه فتوح عنده ديون وعنده مشاكل مالية لماذا ما يتفقش مع نادي الزمالك مثلا ان مدحة التعاقد دي تخصم من عقدي السنوي مثلا هم عندوش مشكلة فكدا خالص ما عندوش مشكلة فده برضو لا بس افهمها يعني اذا انا فتوح طالب 40 مليون جنيه من نادي الزمالك منحة التعاقد فالزمالك قاله لا انت لك عندي يهديك منحة التعاقد 20 مليون جنيه بس فيقولهم خلاص يدوني 20 مليون جنيه عليهم وبيخصميهم من عقدي في الثلاث سنين اللي جايه ممكن ده يحصل مش ده اتفاق يعني دي دي زي بيقوله ايه احليلك مشاكلك بس في نفس الوقت ما جيش على حق نادي الزمالك ما هو المشكلة ان ما فيش اصلا السيولة دلوقتي مش موجودة كتير يعني انت انت وممكن تبقى موجودة خد بالك هو برضو غلط غلط في ايه في ايه بقى عشان انا بحب فتوح انا بقوله لهو في فترة من الفترات فتوح عمل مواقف انا عن نفسي اتكلمت فيه معاها اتكلمت فيها معاها ومع وكيله ومع خاله وقلت له بصريح ما ينفعش اللي بيحصل على السوشيل ميديا ما ينفعش باي وضع من الاوضاع انت زعلت منك ناس ممكن تقف جنبك جوا النادي اللي هو ايه على السوشيل ميديا الصورة مثلا مع فلان صورة مع علان مش عارف ايه الحاجات اللي هي ايه اللي هي جمهور الزمالك اعتبرها كير واستفزاز هو في دماغه ان انا عادي حد لقاط لصورة ونزلها مش انا اللي منزلها اه لا انت بتكلم فكرتني انت بتكلمني على الصورة كان رايح افتتح الملعب مثلا بتاع حسين الشحاد ده وكان واقف مع العابة النادي القاتل هي دي اللي انت كلمت معا فيها اه يعني ازاي انت بتعمل ده اه قال لي هو انا اللي صورت طب هو انا اللي نزلت اه انا معزوم زي زي اي حد ومعتقد ان في ناس كتير رايحة اه على فكرة انا مش ببرر موقف الولد لو بقولك انا زعقتله في كده اه انت بتقول لي رده اه على القصة دي ايه اه ادور رده ده مهم جدا عشان اوه ما نسمعوا جمالي الزمالك اوه ما تسمعوا جدا ان هو بيقولي ان هو كان متصوى ان فيه كتير لعيبة من الزمالك هتروح طب لقيت نفس الوحدي وحد خد صورة ونزلها هل ده معناه ان انا طب ما انا لا عايز زمضي في الاهلي كان مضيط طب نقطة تانية هو انا لا عايز زمضي لو مش عايز زمضي في الزمالك هعقد سبع تامن مرات نقطة مهمة صح صراحة هتقول لي بيقعد وتسيف ما فيش تسيف ده بيقل صح يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمة